موسيقى موسيقى وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنسى قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك لا تنسى من يطلبون السلام وأنت تسدد فطورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم من جديد سبحان الله ما يجري الآن على الكرة الأرضية ما يجري الآن على البسيطة لا حديث لدى أكثر من سبعة مليار من سكان هذه الكرة لا حديث لهم إلا عن فيروس وكل الفيروسات لا تراها العين المجردة لكنه أفقد الجميع توازنه أفقد كل الدول كل هؤلاء الذين كانوا يتغنون بالقوة والعظمة وهذه القوة الخارقة والصعود إلى الكواكب الأخرى والصعود إلى القمر كل هذا وقف ويقف الآن عاجزا عن مجابهة فيروس لا تراه العين المجردة كل حسابات الدنيا كل حسابات هذا الكوكب كل حسابات القوى العظمة كل حسابات القوى الدولية كل حسابات المنظمات الدولية كل حسابات العلماء كل هذا يقف حائراً أمام هذا الفيروس وأي فيروس آخر ربما هناك حكم إلهية ربما هناك حكمة لا يعلمها إلا الله دائماً ما نتلمس طريق العلم دائماً ما نتلمس طريق البحث دائماً ما نتلمس طريق الحقيقة والبحث عن الحقيقة من خلال الأخذ بالأسباب نأخذ بالأسباب ونعمل ثم نتوكل على الله لكن هناك أناس بيمنحهم الخالق بصيرة بصيرة ورؤية بصيرة مع بصر البصر هو العمل البصر هو الأخذ بالأسباب هو البحث هو التجهيز هو الانطلاق هو استشراف المستقبل لكن تبقى البصيرة تبقى البصيرة التي منحها الله لبعض عبادة يروا من خلالها ربما ما لا يراه الآخرون هنا تفسير ليد القدر دائماً يد القدر لها دائماً إجراءات لا يمكن التنبؤ به يد القدر اللي احنا بنؤمن بقدرته دائماً يبعناه إجراءات لا يمكن التنبؤ به للطاقة البشرية وقدرتها حدود أمام إرادة ربنا سبحانه وتعالى للطاقة البشرية حدود أمام قدرة الخالق بالأمس كنت أتابع بعض الفيديوهات وتذكرت وأنا أتابع مخرجات مؤتمر الشباب في ديسمبر 2019 من حوالي أربع شهور أو ثلاث شهور الرئيس بعد تعليقه ومندخلته على ندوت أو جلسة السوشيال ميديا والحرب الإلكترونية والرقمية في الآخر قال أنا عايز أقول حاجة ممكن ما تخطرش على بال حد ورح علق الرئيس بهذا التعليق إنه القدر وهذا القدر والخالق سبحانه وتعالى بيكون هناك أحكام إلهية البشر لا يمكن التنبؤ بهذه الأحكام أو هذه الحكم الإلهية تذكرت هذا واستمعت إلى هذا وقلت يا سبحان الله وكأن هناك بصيرة وكأن هناك شفافية بترى وتتنبأ الرئيس بيقول قوة البشرية عاجزة عن التنبؤ في بعض الأمور اللي سبحانه وتعالى بيهدف سبحانه وتعالى بيجعل من القوة البشرية الموجودة تشعر بالعجز أمام الله الآن هناك عجز أمام قدرة الخالق أنا أقول وكني ثقة ويقين إنه هذا الوطن هذه الأمة هذا البلد هؤلاء الناس الطيبين إن شاء الله هننجو مما نحن فيه إن شاء الله هتعدي بإذن الله هتعدي لأنه عندنا مسببات النجاح كتير أولا اعتمدنا على الله ثانيا إيماننا الذي لم يتزعزع ولن يتزعزع لحظة بقدرة الله على إنه ينجو بنا لأنه قادر لأنه لم نقصر لم يقصر أحد رأس الدولة بيجلس وللأمر بيجلس بيتدبر بيتنبأ لكنه في النهاية بيؤمن إيمان لا يتزعزع بنموس الحياة نموس الخلق إنه هناك مقادير ربانية لا يمكن لنا أن نتنبأ بها اللي مش عاجبه هذا الكلام أولا يتفلق اللي مش عاجبه هذا الكلام ثانيا يروح يشوف أمريكا بتعمل إيه يروح يشوف أوروبا بتعمل إيه أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية القوة والنقاط العظمى في هذا الكون تقف الآن راكعة أمام فيروس لا يرى بالعين المجرد أعيد مرة أخرى وأدعو حضراتكم إلى البحث والتروي والنظر والتبسر هذه هي حكمة الخلق هذه هي حكمة ربانية نتدبر ونستنبط ونستخلص منها العظة والعبرة مهما قوي الإنسان مهما تقدم الإنسان هناك مقادير لا يعلمها ولا يفهمها ولا يستطيع تفسرها الإنسان يا سبحان الله لكن طلب منا من رب العزة أننا نعمل ونتدبر ونأخذ بالأسباب ونبحث عن الأسباب والعلم والعلماء دون كلل أو ملل أو تواكل على الله هناك توكل وهناك توكل التوكل أن تعمل ما هو مطلوب منك تذاكر تفكر تشتغل تخطط وترمي الأمور على الله التواكل أنك بتقول خليها ماشي يا ربنا اللي عايزه هيكون ده الفرق بين التوكل والتواكل الدولة المصرية دولة متوكلة على الله بإيمان دولة متوكلة على الله بالعمل بنأخذ بالأسباب لدينا رأس الدولة مؤمن بالله مؤمن بالعلم مؤمن بالعلماء بيدير المنظومة ودلاب العمل بإتقان وإخلاص غير مسبوك إذن من هنا يأتي التفاؤل التفاؤل لا يأتي هكذا ونحن نيان التفاؤل بيأتي من بين ثنايا العمل التفاؤل بيأتي بيخرج من بين ثنايا البحث والتقدير وحسن التصرف واستشراف المستقبل دعوتي ليست دعوة للتكاسل معاذ الله دعوة للعمل ملكز البحث تنشط تشتغل وعندنا مظلة إلهية في النهاية الخالق العظيم لن يترك هذا البلد ينزلق كما نزلق الآخرون وندعو لكل الآخرين بالسلامة وندعو لكل الآخرين إنهم ربنا يشفي مرضاهم وإنهم يعودوا مرة أخرى لكن هذا الاختبار التاريخي اختبار تاريخي قدر لهذا الجيل إنه هو يرى ما لا يراه باقي الأجيال نحن فيه مفترق تاريخي سقطت مفاهيم ما كنا نظن أنها تسقط سقطت مفاهيم في تقديري في تقديري وإيماني أن الديمقراطية الرخوة سقطت بلا رجعة ديمقراطية أنانية ديمقراطية ملتاوية ديمقراطية لا تبحث عن حق الإنسان في الحرية بحق وإنما كانت بمثابة مخلب للرأس مالية المتوحشة لكي تنال من هؤلاء الضعطاء مؤمن إيمان لا يتزعزع بسقوط مدوي لمفهوم الديمقراطية على الطريق الغربية ديمقراطية كانت انتقائية ديمقراطية كانت ظالمة كانت ملتوية كانت رخوة كانت كما قلت مخلب بيلتقط فقط حقوق الرأسمالية المتوحشة على حساب الفقراء والضعفاء سقطت أيضا مفاهيم حقوق الإنسان بالطريقة الغربية حقوق الإنسان الفوضوية حقوق الإنسان غير المسؤولة حقوق الإنسان التي تبحث فقط عن الانتقام من بعض الدول التي لا تسير في ركب الدول الكبرى والعزمة سقط مفهوم حقوق الإنسان يسقط الآن مفهوم حقوق الإنسان يسقط الآن مفهوم الديمقراطية الغربية بعد ذلك بنرى انه هناك منظمات بتدير الكوكب سقطت بلا رجعة نحن الان نعيش حالة تغيير جلد شامل للكرة الارضية حكام الكرة الارضية مفاهيم كانت منتظمة في التواجد على مدار عقود وقرون سقطت لابد قبل ان ادخل في تفاصيل ماذا جرى ماذا يجري هنا وهناك ان ارتفع في اعلى نقطة من المشهد واقرأ واستقرأ واستشرف المستقبل لابد ان نفكر خارج هذا الاطار التفاصيلي المنهك للنفس ادعو العلماء ان يخرجوا الباحثين المفكرين ماذا نحن فاعلون تجاه المستقبل ماذا سيحدث في المستقبل هيحصل ايه بكرة لابد ان احنا نفكر نفكر بعقل نفكر بروية سيبوا التفاصيل لاصحاب التفاصيل دولاب العمل اليوم شغال الباحثين والمنظرين والمفكرين ما تقفش حضرتك عند تفاصيل الارقام بصوا الادام استشرف المستقبل يلا عشان احنا وراك محتاجين افكارك محتاجين نظرياتك يلا خلي المجتمع يطلع ارهاصات المجتمع طلع ناس تقدر تطلع بينا وانا واثق تمام الثقة ان هذه الدولة الدولة المصرية الان في قمة الان ونحن في قمة الترقب والترصد والدعاء والخوف والرجاء في وسط هذا الزخم الشديد ارمق مستقبل مبهر مشرق لهذه الدولة القادم تغيير درامي كما قلت بالامس في موازين القوى الدولية لنا مقعد لنا مكان لنا مكانة لكن هذا مشروط بالتماسك الشديد خلال الفترة عصيبة اذهب الى بعض التفاصيل ثم اعود لاجمل النهاردة البنك المركزي اصدر قرار من تداعيات وقوف الدولة ممثلة في الحكومة والبنك المركزي لمجابهة ازمة كورونا تخذ البنك النهاردة حزمة قرارات حزمة قرارات القرار الاول انه حدود السحب والاداع بالنسبة للاشخاص من فروع البنوك 10 الاف جنيه مش اكتر اتنين حدود السحب والاداع للشركات 50 الف جنيه من اين؟ من فروع البنوك ما عدا احتياجات الشركات في المرتبات وخلافه بالنسبة لمكينات السحب في الخارج الاتم 5000 جنيه في اليوم اجراءات كما قال البنك المركزي وسيطرق عامر انها اجراءات لازمة في هذه المرحلة من اجل الحفاظ على صحة الناس وسلامة الناس وتحذير من البنك المركزي ونصيحة من البنك المركزي لكل دموع الشعب المصري نقلل من استخدام البنكنوت والاوراق المالية لانه الاوراق المالية بيتم تداولها اكثر من عشرات المرات بين الناس ولا احد فينا يعلم ولا احد فينا يدري ولا احد فينا يستطيع ان يقف عند حدود هل كان احدهم وهو يمسك بهذه العملات مصاب لا قدر الله بمرض معدي او مرض وبائي او غيره لذلك لذلك احنا بنقول للناس انه نهتم كتقف عامة من تداول الاوراق المالية الاوراق المالية فيها مشكلة انا كنت فيما مضى العام الماضي كنت في اليابان لفت نظري وانا في اليابان هذا الاسلوب الراقي في التعامل عبر الاشياء الرقمية وخلافه والانترنت وغيره وحتى الفلوس بتنظيفة للغاية احنا في مصر طبعا الوقت المختلف لذلك البنك المركزي بقول قلله من التعامل ودايما تكون حريص انك انت طيب ده ما فهمته من قرارات البنك المركزي لكن لمزيد من التوضيح وشرح ما تم اقراره اليوم من البنك المركزي القطاع المصرفي ليه الناس ماي على الهاتف الاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهل المصري يحيى بيمساء الخير سعر نوري فاندم اهلا بيك فاندم يعني طمني الاول على البنك الاهلي والعاملين فيه ثم اشرح لنا يعني اسباب وتداعيات هذا القرار للناس حتى يتم فهمه على الوجهة الصحيحة الحمد لله البنك الاهلي وموظفيه بالخامل بخير الحمد لله وكلهم في خدمة الاقتصاد القومي ان شاء الله القرار ده زي ما حركت اشهرت الصحة العامة هي الاساس سواء للحفاظ على موظفينا او على اساس او على عملاء بتوعنا ونتيجة ان خلال العشرة ايام الفنشر يوم يجيين تي صرف المرتبات وزائد المعاشات لزاوي المعاشات فهيكون هناك اخبال شديد على مكينات الصراف الالي والبنوك وفي ظل طبعا وجود حظر فبالتالي مواعيد اعادة مل المكينات الصراف العالي بقت صعبة او انت عملها مرة واثنين وثلاثة في اليوم فبقت العملية صعبة فبالتالي البنك المركزي من ضمن قراراته قال ان احنا نقل يا جماعة فكرة السحب ان هو ما يكونش ازياد من خمس تلاف جنيه في الاتي ام لان احنا لو حسبنا عدد عملاء المعاشات اللي هم حوالي تمانية مليون او تمانية ونص مليون منهم حوالي ستة مليون اقل من خمس تلاف جنيه فعشان كده احنا يعني بنتيح لهم الفرصة وبذلك معظمهم من كبار السن وفيهم من دول امراض فما يقدرواش يقفوا فترات طويلة فلو كل واحد دخل عشان نصرف عشر وتلاتين الف جنيه من المكينة ده هياخد منه فترة اطول فاحنا بنقول عشان الناس كلها تقدر تستفاد من هذا الموضوع ان احنا بنحط حد خمس تلاف جنيه لو هو على الماكنة التلاف الآلي او عشرة تلاف جنيه اه داخل البن وفي نفس الوقت الادعات احنا فتحنا الادعات عشان اه متأثرش برضه على الشركات لان في كثير من الشركات طلبت ان يكون الادعات بدون حد اكثر لان دي تحصيلات لها ففتحنا الادعات ما فيهاش اي مشكلة اه يتبقى وحتى للشركات وبنسبة للافراض برضه لو حد عنده اي التزام عنده سداد اي حاجة عايز سدنا بنقدر برضه نقدر منه ادعات في هذا الشعب نمرة اتنين برضه لو حارتك هو بيتخدم برضه عشان شراء مثلا الشهادات الجديدة فبرضه بيتم القبول منه نمرة تلاتة لو حارتك هو بيتقبل عايز تسحب او يدع للعملاك الاجنبية دي ما فيهاش اي 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 عوقت بيقدر يسدب يسحب او يدع باي مبالغ دي كانت كمان لأي حد جاهله تحويلات من الخارج برضه مهما كان المبلغ او عايز يصرفها سواء بالعملاك الاجنبية او المعادل بتاعها بالعملاك الاجنبية يقدر يصرفها بدون حد اقصى يبقى اذا احنا هنا بنحاول بس نقلل موضوع الكاش ده لانه انت عارف حالات مرتبط بالصحة بشكل كبير يعني احنا مش عايزين الناس تعتمد على الكاش بشكل كبير وخاصة ان البنك المركزي عمل مبادرة جيدة جدا انه تاح كل التحويلات وكل مكينات الصراف الالي مجانة بحما فيش مصاريف هتتحمل عليهم بالتالي اي حد سواء المعاشات او غيرهم يقدر يستخدم اي مكينة موجودة في مصر يقدر يعمل تحويلات بدون ما يختم اي مصاريف فهي فرصة جيدة جدا استاذ يحيى انا يعني فهمت تماما المغزى والرسالة لكن عايز اوضح مع حضرتك يعني او تأكيد لي حضرتك لانه هناك البعض بدأ يغمز ويلمز بان القرار بيستهدف الحفاظ على السيولة القرار بيستهدف الحفاظ على صحة الناس من تداول العملات الورقية والدليل زي ما حضرتك قلت انه كل التحويلات بالشيكات والادعات كله ماشي بنسبة 100% معادة التداول الورقي للعملات النقدية 5000 جنيه كلامي انت قلته صحيح كلامي ولا في حاجة اهلا حريك موضوع الناس لاسف لما بتربط البنكنوت بالسيولة لها موضوع مش مزبوط لان السيولة هي عبارة عن حجم الوداع اللي موجودة في القطاع المصرفي والاقتراض مقابلها صحيح حجم الاقتراض مقابل الوداع في القطاع المصرفي المصري ما بيزيدش عن 50% في العالم كله بيوصل 100% و120% و130% فالسيولة هنا كل الجنوك اللي في مصر عندها سيولة ضخمة سيولة جيدة جدا وطول عمرنا بنقول ان القطاع المصرفي المصري عنده سيولة زيادة يعني بالعكس احنا بنشجعه على ان يقوم بالاقراض وليس ان هو ما فيه سيولة فإذا البنكنوت ده حاجة والسيولة حاجة ثانية للنسبة للبنكنوت هو موجود بس احنا بنكتلا صحة عامة صحة عامة وتوافر للناس اللي هما خلال 10-15 يوم جايين دول عضرتك 8.5 مليون والد ووالد هيروح يقبضوا المعاشات بتاعتهم صحيح نعمرة 2 برضو فيه شركات كتير جدا هيتبتدي القبض بتاعها مع ساعات الحظر اللي احنا بنشتغل فيها من فترات وليلة جدا فبالتالي عايزين يوتيح للناس كلها تقدر تتعامل مع هذه الماكينات او مع هذه الفروع لكن لو كل واحد دخل وقعد يصرف من 100 ألف و200 ألف و300 ألف هنا هتابقى فيه مشكلة للناس بتوع المعاشات والناس اللي بتحاول تصرف من مكينات الصراف الآلي وغيرين أنا مشهورة جدا الأستاذ زيحيا عبو الفتوح نايب رئيس البنك الأهلي المصري موضحا قرارات البنك المركزي اليوم وزميلي إبراهيم بيكلمني وأنا مع الأستاذ زيحيا بيقول لي طيب لو حد عايز يشتري عربية يعني ما يشتريهاش يعني لا يا إبراهيم اللي عايز يشتري عربية هيروح وعنده حساب في البنك أو عنده فلوس في البنك هيكتب شيك والشيك لو بمليون جنيه هيمشي فيش مشكلة خالص الفكرة كلها مرتبطة بالسيولة مرتبطة بالفلوس اللي هتنسكها في إيدك المبالغ اللي هتنسكها لكن كل التعاملات الاقتصادية والمصرفية بالكامل دون حد أقصى ماشى إن شاء الله مليار جنيه بشيكات إدعات سحب بشيكات كله موجود مع عدل الفلوس اللي هتنسكها في إيدك دي المفروض تبقى في الحدود اللي البنك المركزي أقرار النهاردة لكن عايز أقول للناس إنه فاكرين مؤتمر الشمول المالي اللي كان موجود في البنك المركزي وزارة المالية إن احنا عايزين كل حاجة تبقى بالكروت وكل حاجة تبقى على الإنترنت محدش يمسك فلوس في إيده على الإطلاق العالم الغرب برة بيشتغل بكله بدون كاش لأنه أنا بدفع بالفيزا وبسحب بالفيزا وبشترك بالفيزا ومشتراتي بالفيزا ده كله والدليل إنه بيحاول في الشمول المالي كل المؤسسات تدخل في إطار التسجيل عشان يبقى عنده فيزا نعرف الدنيا ماشية زي كلها من غفل فده خطوة قد تدفعنا إلى الإسراع في إنهاء فكرة أو مشروع الرقمنا اللي بيؤدي إلى أن كله بتاحت مظلت فطعم الطرف واحد طبعا شكرا للبنك المركزي شكرا لسيد طارق عامر شكرا لضيفي على الهاتف الأستاذ يحيى أبو الفتوان النهاردة صندوق تحيا مصر أعلن إنه أطلق حملة اسمها نتشارك هنعدي الأزمة يعني مع بعض هنعدي وده حقيقة صندوق تحيا مصر الصندوق اللي تم تدشينه ويوقف بجانب الشعب المصري لأنه فلوسه وموارده من الشعب وللشعب الدولة بتساعد لكن الصندوق بيفعل فكرة العمل الأهلي بيفعل فكرة التكافل الاجتماعي بين الناس الصندوق النهاردة قال وفرنا 200 جهاز تنفس صناعي مبارح وانت بقول اللي عايز يشارك ويتشارك ويشمر ويساعد احنا محتاجين أجهزة تنفس صناعي سواء المصانع أو الوزارات أو الشركات أو رجال الأعمال يلا زي ما ترامب مبارح بيقول عايزين أجهزة تنفس صناعي هنصنع 100 ألف جهاز خلال ثلاث شهور وإدى أوامر رئاسية لشركة فورد وجنرال موتورز إنهم يصنعوا يعملوا خط إنتاج أو خطوط إنتاج لإنشاء ويستصنيع أجهزة التنفس الصناعي النهاردة صندوق طاحية مصر بيقول وفرنا 200 جهاز تنفس صناعي كالترخيرهم و1000 مضخة حقم سوائل وجر التنسيق لتدبير 124 جهاز إضافي والصندوق بيقول رصدنا 100 مليون جنيه لإعمار القرى المنكوبة من السيول وتعويض الأسر المتضررة وقالوا في الصندوق النهاردة إنه رقم الحساب اللي عايز يشارك بأي مبلغ 037 037 دعوة بيطلقها الصندوق نتشارك هنعدي الأزمة إن شاء الله هنعدي الأزمة النهاردة بتواصل القوات المسلح من خلال أجهزتها المختصة قيام بعمليات التطهير والتعقيم للمؤسسات العامة إنبارح كان فيه الأزهر مشياخة وإنبارح كان فيه إدار الإفتاء وإنبارح كان فيه الكنيسة والكاتدرائية النهاردة فيه قاموا بغسل وتطهير وسط البلد شارع طلعت حرب والموسكي وشارع الأزهر والأسواق وهيئة البريد والمسرح القومي ومدان الأبرة شارع عبد العزيز وشارع الجيش شارع الأزهر مدان الحسين المنطقة المحيطة مسجد الله من الحسين حاجة قدامنا في الصورة ده أثناء الحضر يعني القوات المسلحة من خلال الحزمة القرارات اللي الحكومة خريتها وبتنفذها قامت بعملية التعقيم الوقائي في هذه الأماكن وزي ما احنا شايفين العمل بهدوء العمل بنظام العمل بترتيب العمل بتنظيم هو ده اللي الأخذ بالأسباب ده أنا بقول من شوية الأخذ بالأسباب عندنا بصر وبصير البصر هو والبصيرة على الله ده الشغل بتاع قوات المسلحة المصرية الشرطة بتطبق قانون حظر التجوال قوات المسلحة من خلال أجهزتها بتقوم بعملية الغسل زي ما احنا شايفين والتطهير والتعقيم الوقائي ليه؟ ليه شارع قاهرة شارع مصر مؤسسات مصر هو ده جيش مصر هم دول أبناء مصر هي دي الدولة المصرية دي الحكومة المصرية الحكومة الآن والدولة المصرية بتسطر بأحرفين من نور منظومة عمل جماعي غير مسبوك منظومة عمل استباقي واحترازي غير مسبوك لإن شاء الله تكتمل المنظومة والهدف إن احنا ننجو جميعا من هذه الكارثة الوبائية اللي العالم بيركع أمام الفيروس فيها الصورة والصور اللي احنا شايفين قدامنا صور والله صور تفرح الصور دي تفرح احنا بخير بلدنا بخير جيشنا بخير شرطتنا بخير رئيسنا بخير حكومتنا بخير وإنتوا ان شاء الله بخير وهننجو كلنا مع بعض بإذن الله من هذه الأزمة وزارة التموين بتطمنكم وزارة التموين بتطمن الشعب المصر إيه مقرارات التموين سلعة التموينية بتاع شهر أبريل جاهزة موجودة بس مش عايزين نروح نتزاحم اللي هي موجودة من دلوقتي في المخازن خلاص اهو وزارة التموين تطمئن المواطنين مقرارات شهر أبريل التموينية متوفرة صرف السلعة طوال الشهر لا داعي للتزاحم والصرف من سبعة صباحا لغاية ستة مساء ما عندناش مشكلة الحمد لله الحمد لله ما عندناش مشكلة سلعنا متوفرة اسواقنا مراقبة دولتنا موجودة الشارع المصري محكم بدولة قوية لا داعي للتكالب على سلع لا داعي للتخزين والله اللي يخزن سلعة ارتكب جريمة في حق نفسه وفي حق شكله قدام ولاده وفي حق بلده يا سيدي بتخزن ليه هتبوز الحاجة عندك مش محتاجين تخزين ما عندناش احنا مش بنعيش فترة حرب احنا بنعيش فترة تنظيم تنظيم احنا مطلوب ننظم انفسنا بانفسنا مطلوب منا من كل واحد ان يكون دولة في نفسه انت في نفسك دولة زي ما قلت قبل كده كل واحد فترة عيد حساباتك مع نفسك تلاقي نفسك كنت غلطان في حاجات صلحها وانت كويس في حاجات كمل فيها ادعو المواطنين الى الهدوء والالتزام بما تقره وتقرره الدولة لانه لا مصلحة للدولة الا مصلحة المواطن المجلس الاعلى للجامعات والحكومة بترد على شائعات انه الترمي التاني في الجامعات هيتلغي مش صحيح المجلس الاعلى للجامعات قال الكلام ده مش صحيح و اهي قدل الشائعة بتقول انه الغائل فصل الدراسة التاني السنة اولة وتانية وتالتة في الجامعات الحكومة قالت غير صحيح لم يصدر اي قرار وزي ما المجلس اعلى الجامعات اي حد بيطلق اشاعة والله ما هي تساعدة مبارح بفكركم كلام النائب العام اللي بيعمل شائعة اربع سنين سجن انا فاكر الكلام وثلاث سنين سجن والاربع سنين مش فاكر سجن وغرامة تصل الى مئة الف جنيه لأربع سنين سجن وغرامة تصل الى مئة الف جنيه الى مئة الف جنيه في مبادرة كان عملها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة اسمها طبق فكرتك المبادرة دي دعوة لعلماء مصر وملاكز بحث مصر شوفونا افكار اللي عنده فكر اللي عنده اختراع اللي عنده واحنا في قزمة كورونا فيه مشاركة غير متوقعة اضطرت الادارة المعنية بهذا الامر ان هي تمد فترة تلقى الطلبات الى 2 ابريل والله عندنا علماء زي الفولد بس محتاجين بيئة عمل وبيئة العمل بيتم تتشينها الان مش دلوقتي من فترة شغالين واللي جاي احسن وانا متفائل الى اقصى درجات التفاول تعالوا نشوفوا بقى وزارة الداخلية من خلال اجهزتها المعنية مش عالين دلوقتي بيطبق ويشرف على تطبيق حظر التجوال بيراقب الشارع بيراقب الانضباط الموجود وبيصنع الانضباط الموجود وزارة الداخلية بتصنع انضباطا حقيقيا وزارة الداخلية من خلال عمل شرطي راقي وعمل شرطي غير مسبوق في الحقيقة يعني انا اشهد وانتم تشهدون وتشاهدون ان الشرطة المصرية بتتعامل برقي شديد وبحرفية شديدة وترى الضباط والجنود في الشارع منتشرين بيتعاملوا بمنتهى الحزم والحزم مع الرقي والتعامل بادب شديد مع كل الناس فتحية واجبة الى الشرطة المصرية والشرطة المصرية بتصنع كما قلت وتسطر تاريخا في التعامل في ازمات صعبة برقي شديد واستطعت الشرطة خلال الايام القليل الماضية ضبط حاجات كدير جدا خمسمية واحد وسبعين قضية تمونية منهم متين واحد وخمسين قضية احتكار وحجب سلعة والله عار على اللي بيتاجر في الام الناس والله عار على واحد بيخزن سلعة عشان تغلى تمانها والله عار سحط بيكل سحط وحرام عليه وعلى عياله اللي بيحجب سلعة عشان يرفع تمانها لكن الشرطة بالمرصاد متين وتلاتاشر مخالفة غلق بيفتح ويقفل بمزاجه لكن الشرطة عملت متين وتلاتاشر قضية عندنا اتناشر الف خمسمية واحد وثلاثين مركز تعليمي تم اغلاقهم انها ريسوي رقم ما هقول اتناشر الف خمسمية واحد وثلاثين سنتر اتناشر الف خمسمية واحد وثلاثين مكان لدروس خصية اتناشر الف خمسمية واحد وثلاثين مكان موبوء تم اغلاقهم بمعرفة الشرطة المصرية وانا بقول بجد شكرا للشرطة المصرية وزير النقل مهندس كامل وزير طلب من ادارة المترو توفير كمامات للركاب ببلاش مجانة ليه؟ حفظنا عن الناس لانه لو واحد بس سعل ولا كحة ولا غداء وعنده هيقلب الدنيا الدولة بصوا ما فيش احنا مشيين الدولة مشية كل ما نلاقي صغرة بتسدها كل ما تلاقي حاجة واجبة بتعملها هي دي الدولة اللي بتعمل مصلحة مواطنيها وانا انقل انقل حقائق انقل للمشاهد المحترم اللي بيشوفنا وبيثق في كلامنا حقائق ثق في انه الهدف هو نشر ما تقوم به الدولة مش تجميل حاجة مش جميلة مش تسويق امال كاذبة دي مش صنعتنا مش شغلتنا احنا لما عنا ورنيش بنلمع ولا عندنا مصالح بنلاق احنا بنقول بلدكم اللي هي ملككم بخير وحكومتكم اللي بتشتغل لحسابكم مش عند حد شغالة بخير وفيه رقابة واضحة وعمل ودولاب عمل الدولة المصرية حيوية فيه حيوية فيه ده دولاب العمل الحكومي من اول رأس الدولة بيتابع حتى اصغر موظف في اصغر وابعد وحدة محلية الجميع على قلب رجل واحد بقي ان المواطن يتفاعل بقي ان المواطن يؤمن بقي ان المواطن انه يمشي مع المنظومة ما ينفعش نلاقي ناس تخرج للشواطر ما ينفعش نلاقي ناس بيعملوا عزة ورحين في دفنة جماعية ما ينفعش ما ينفعش السياحة طبعا السياحة العربية هتخسر زي ما يقول الخبراء 30 مليار اللي غاد شهر بريد 30 مليار ايه دولار يعني عشان كده اول ما الرئيس خصص الميت مليار للتدايعات الازمة كان الجزء كبير جدا منها رايح للسياحة عشان ولادنا في قطاع السياحة لا تغلق بيوتهم عشان نحافظ على بيوت الناس القول عاملة قالت زي ما قال سيد محمد سعفان وزير القول عاملة قال تلقينا طلبات من الناس اللي هم العمال غير المنتظمة اللي اتكلمت عنهم من يومين ثلاثة مليون ومتين مليون ومتين الف واحد سجلوا بياناتهم عشان ياخدوا الخمسمة جنيه اللي الاخوان بيتريقوا عليها لعنهم الله في كل كتاب ده اللي حصل في مصر نهاردة دي اهم الامور اللي حصلت في بلدنا نهاردة زي ما احنا شوفنا البنك المركزي شوفنا التموين شوفنا القوى العاملة شوفنا الجيش شوفنا الشرطة البلد شغالة كله شغال تعالوا بقى ننخرج شوية نشوف بره في ايه جونسون بورس جونسون رئيس وزراء بريطانيا عمل رسالة ليه البريطانيين من الحجر من ده قاعد في بيته حجر نفسه صحيا عشان عنده ايجابي لكورونا عمل رساله للمواطنين ابقوا في منازلكم فالقادم اسوأ ابقوا في منازلكم فالقادم اسوأ مين جونسون هو الراجل ده متشائم لما قال له ما تفقده احبائكم احبائكم ده كان متشائم ده يبدو انه كان الراجل شايف لانه هو نفسه اصيب يعني هو الراجل قاعد فاكر انا من اسبوع لعشر ايام طلع بخطاب مثير قال القادم اسوأ واللي جاي اسود واسود واسود وانا بقول كل واحد يستعد هيفطد احباء واحنا خوفنا كله الراجل ما كانش ببالغ ده هو نفسه اصيب وزير صحياته اصيب ومستشارهم بارح جير يهرب منه النهاردة بعت رسالة اهي للمواطنين الانجليز بيقول لهم ابقوا في منازلكم فالقادم اسوأ ربنا يسلم الجيش الالمان سحب عدد من جنوده من العراق عشان كورونا يلا كل جيش موجود في مكان مش في دولته يتفضل يرجع تاني كل جيش كل قوات موجودة في بلد مش في بلدها دي يرجع تاني خلاص العالم بيرجع تاني لما قبل العولمة الزائفة العولمة الزائفة بتسقط العولمة الزائفة بتنسحق تحت اقدام فيروس لا يرى بالعين المجردة العولمة وداعم الديمقراطية الغربية وداعم حقوق الانسان الغربية وداعم ابشر احرار العالم الحقيقيين ابشر سكان الكرة الأرضية المطحونين ابشر النصف الجنوب من الكرة الأرضية انتهى عصر الولاية والسطوة الشمالية والغربية على سكان الكرة الأرضية اللي في الجنوب وفي الشرق بقول انه العجلة بتدور وربما سكان الجنوب والشرق يستبدلون الكراسي مع سكان الشمال والغرب بقول انه سقطت المفاهيم وبعيد وبزيد لانه احنا بنسطر تاريخ جديد في طائرة مصرية بتغادر مصر خلال ايام لاعادة المصريين من الولايات المتحدة الامريكية وزي ما قالت السيدة نبيلة مكرم انه احنا بنتابع على مدار الساعة عودة او اعادة المصريين وارجع لهذا الموضوع لكن فيه عاجل السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال السيد الرئيس اجتمع مع رئيس مجلس وزراء والسادة وزراء الدفاع والانتاج الحربي التعليم العالي البحث العلمي المالية الصحة والسكان وذلك بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والسيد مدير ادارة الخدمات الطبية القوات المسلحة الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالاجراءات المتخزة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد السيد الرئيس يعرب عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر والذين يتصدرون لجهور الدولة لمواجهة فيروس كورونا السيد الرئيس يوجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وانشأ صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية السيد الرئيس يوجه بصرف مكافأة استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية اذا الرئيس بيفعل فكرة فقه الواقع الرئيس عبدالفتاح السيسي الان بيصدر حزمة من التعليمات والتوجيهات للحكومة بخصوص القطاع الطبي اولا بيشكر القطاع الطبي في مصر والقطاع الصحي على رؤوس الاشهاد شكرا من كل مواطن مصر بدءا من المواطن رقم واحد الرئيس عبدالفتاح السيسي الى كل الميت مليون بنتوجه جميعا بالشكر للقطاع الصحي والطبي وكل العاملين فيه اطقم اطباء اطقم تمريد اداريين اتنين الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وكمان انشاء صندوق لمخاطر اعضاء المهن الطبية الرئيس بيصدر توجهاته لصندوق طحيا مصر انه يخصص مكافآت تشجيعية استثنائية لكل العاملين حاليا في مستشفيات العزب والحميات والصدر والمعام المركزية على مستوى الجمهورية الرئيس بيعطي من يستحق ما يستحق الرئيس بيعطي من يستحق ما يستحق والله هؤلاء يستحقون كل شكر وكل تناء جيش مصر الابيض جيش مصر الابيض في قلوبنا في عقولنا ربما نكون قصرنا في وقت ما لكن الازمات بتفرز الازمات بتوضح الازمات بتفرز تحية من رئيس الدولة الى كل طبيب تحية من رئيس الدولة الى كل ممرض وممرضة وكل طبيب وطبيبة تحية الى هؤلاء المجاهدين المناضلين المقاتلين جنود مصر الموجودين في مستشفيات العزل والصدر والحميات وكل المستشفيات الموجودة والطوارئ الازمة افرزت جنود جيش جديد الرئيس بيوليه كل اهتمام كل تقدير ونصلح بعض ما افسده الاخرون شكرا سيادة الرئيس شكرا الى اطباء وطبيبات ممرضات وممرضي مصر كان فيه المجموعة السياح الاطاليان اللي كانوا موجودين في اسنا وخرجوا الراجل الخنصل فرانسيس بتاع الكنصلية الكنصلية الاطالية قال جواب شكر على يعني على زمة ما قاله الرئيس يعني استكمالا لمقال الرئيس ده شكر طلياني شكر ايطالي شكر رسمي شكر دبلوماسي لأطباء مصر الرجل بيقول اود ان اشكر من كل قلبي بصفتي ممثل القنصلية الايطالية بصعيد مصر ملائكة الرحمة بمستشفى الحجر الصحي باسنا فقد وانا بقول العالم في حرب والعالم بيتغير ولن يكون هناك لن يكون هناك بعد ازمة كورونا الصياغات اللي كانت موجودة قبل ازمة كورونا الامم المتحدة ومجلس الامن والتحاد الاوروبي ومنظمة حق الانسان والعالم كله انسى كله في سلة كورونا وبكرة اقول لكم هذا الكلام بس علينا ان احنا نستعد نعم لنا دور لنا دور هعز افكركم بس عشان ما ننسوش الامم المتحدة اين الامم المتحدة فيما يجري هل نجحت الامم المتحدة بكل مؤسستها في انقاذ البشرية من حرب فيروسية بالفعل لم تنجح قطعا لم تنجح هذه اللجوهات اللي احنا عشنا عليها قدامنا شايفين ادي الاتحاد الاوروبي ومجلس الامن والامم المتحدة والعفو الدولية ومفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية كل ده فين ده التعبير اللي قدامكم على الشاشة هذا التعبير ما يدور في ذهني الان ما يدور في عقلي الان في صورة بس بتوضح للناس خلاص وده عن اتحاد اوروبي وده عن مجلس الامن وده عن امم المتحدة وده عن حقوق الانسان وده عن الديمقراطية الغربية نحن في اطار وقت زمني بنؤسس للنظام عالمي جديد دول خلاص ودعم في تقديري الشخصي انه احنا علينا ان نترك ابواب المستقبل بمفاهيم ومنظمات واثر جديدة لحكم العالم بيستحضرني شكرا زميل محمد محمود اللي دردشت معاه قلت له في ذهني عمل هذا الاطار المبدع محمد محمود زميلي كنت مدردش معاه بقول له انا حاس الامم المتحدة ومجلس الامن كله دول دول خلاص عمل هذه الفكرة اللي بتدور في رأسي الان شكرا من قلبي سروت منصور قال لي كلامك صحيح ازاي سروت قال لي ده في ايطاليا حرقوا علم اللي تحد اوروبي بقول زي قال لي كلامك مزبوط وداعا والدليل ان المواطنين في الاتحاد الاوروبي ايطاليان قاموا بحر علم الاتحاد الاوروبي لهذه الدرجة نعم لهذه الدرجة اهو اهو ده مواطن ايطالي ايطالياني خلاص كفر بعلم الاتحاد الاوروبي كما نرى جميعا انه ده في ايطاليا عشان تعرفوا الازمة بتفرز في احدى الدول الاوروبية مواطن افريقي من افريقيا موجود في المستشفى اره مهبر ليه ما لدش مكان المواطن بتاع بلدنا اولى منك اذا فكرة العولمة وفكرة الانسانية سقطت مبادئ العولمة والانسانية والديمقراطية وحقوق الانسان وانا بقول هزا الكلام بعيدوا وزيدوا عشان نفكر نفكر احنا عيدين اهو اهو ادي الراجل راجل شاب افريقي بيقول طردوني برا رموني في الطرقة برا ليه اسمعوا اسمعوا قاسية جدا الممرضة بتقوله موت الممرضة بتقوله روح موت بقولها هموت قوله روح موت ليه لانه موجود في بلد اوروبي عايزة حالك لا الاولى منك مواطن اوروبي فاكرين زمان من شهرين لو كان واقعة زي كده حصلت في بلدنا يقولك حقوق الانسان والحيوان والقطط والفرق كله بنى لحيقته زيف الديمقراطية وحقوق الانسان والمنظمات الدولية على الطريقة الغربية الحضارة الغربية طلع التنكوش الحضارة الانسانية والامبراطوريات والى اخره اكاذيب واحنا بنقول من زمان انه مجلس الامن فيه خمس دول الحق واضح يقولك لا افيتو خلاص ايه هو ده دي حقوق انسان دي حرية ده النظام عالمي انا قلت قبل كده في هذا المكان من ثلاث سنين انه احنا سقطت الامم المتحدة ومجلس الامن وعلينا البحث عن اطر جديدة لادارة العالم اهو احنا دلوقتي خلاص هنهد الدور ونبني من جديد دلوقتي اللي بلعب دمنا بهد الدور خلاص يلا نبني من جديد امم المتحدة ومجلس امن وحقوق انسان ومش عارف ايه وانتحاد كل ده كل ده كلام طلع فانكوش يلا نبني بقى العالم من جديد وفق قواعد حقيقية انا فاكر الكلام والله فاكر وبعيده ياريت يجبوني الفيديو بكرة يا شباب لما الرئيس قال لهم احنا مش عايزين حد ولن نقبل حد يديني دروس خلاصية في حقوق الانسان احنا عارفين الانسان المصري حقوق ايه وانتداله مش هتدوني دروس وانا بقول لهم دلوقتي احنا ممكن ندوك دروس في حقوق الانسان نعم ممكن نقف على حدود اوروبا ونقف على حدود الغرب في الولايات المتحدة الامريكية ونعطيهم نعطيهم حقوق انسان مدونة لحقوق الانسان نحن قادرون على اعطاء الغرب الان درس خصوصي فيما يخص حقوق الانسان بحق انا بقول تاني الديمقراطية بتاعتكم ما تلزمناش حول انسان على طريقتكم ما تلزمناش بقول ان احنا نقدر دلوقتي تمصر ايوة في مصر وعارف ان الكلاب هيصدوا كلامي بقول اعي ما اقول نحن في مصر قادرون على اعطاء دروس في حقوق الانسان ودروس في الديمقراطية ودروس في ادارة الازمة لكل هؤلاء نعم نحن قادرون رغم انف الكارهين والحاقدين اللي منهم ياسين اقطاي من ياسين اقطاي بلتشار اردوغان السياسي كتب مقال الحقير ياسين اقطاي بيقول للأسف بيقول للأسف السياسة التي اظهرتها مصر في بداية التعامل مع فيروس كورونا اسمعوا يا مصريين واشهدوا ده مستشار اردوغان بيقول ايه اهوة عامل مقال في جريدة ياني شفق بعنوان المسئولية بيقول ايه بيقول للأسف واحدة من اخطر امثلة على صعيد اللا مبالاة ان مصر بتدير الازمة بلا مبالاة وعدم تحمل المسئولية ان هذا بكل تأكيد كما انه يؤثر على مصر سلبا بالدرجة الاولى فانه يلقي باثاره السلبية كذلك على القرى الافريقية ودول الخليط بيقول ان مصر يفاهج عشرين تلاتين الف مصاب وما بيخبهم ومصر فيها رتبة عسكرية ماتت او رتبتين وفي الاخر بيشتم في مصر وبيقول ان مصر كارثة في مجال التعامل مع فيروس كورونا من اللي بيقول مستشار اردوغان ياسين اقطاي في اني شفق طيب انا عايز اسأل واقول انا في مصر عندي كم مصابين وعندي في تركيا كم مصابين هتقولي يا ابراهيب لو استمحت هاتلي تركيا فيها ادي عدد المصابين في تركيا النهاردة يا ياسين يا اردوغان يا كلاب اردوغان يا حافلت مش عايزة اشتم تسع تلاف بيتين وسبعتاشر حالة وبقول ربنا ايش فيهم الوفيات مية واحد وتلاتين واحد حتى الان ده في ان ده في تركيا وكانوا بيقولوا انه ما فيش والاخوان بنيقول لك لانه تقي نقي مش هنجينا كورونا حافظ الله تركيا لانه بلد الاتقياء والانقياء والخلفاء الرشيدين المهديين واردوغان رجل موصول بحبل الله المتين قالوا عليه هذا الكلام وقال لك الحمد لله الناس دول المرتدين والكفرة علينا هم اللي هيجي لهم تسع تلات داخلنا على عشر تلاف وعندهم مية شوية ميتين وتعالي شوفوا المرصيبة بقى بقول لي يا سين اخطاي وما رأيك في المقابر الجماعية مقابر الجماعية بتواجهيزة تركيا هاتلي ابراهيم صورة المقابر الجماعية الفيديو بتاع المقابر الجماعية اهو مقابر الجماعية مدافن جماعية في تركيا مدافن سرية بالامس اوضحتها والنهاردة مقابر جماعية اه اه امامنا مقابر جماعية غير مسبوك هذا الكلام في اوروبا كلها وياسين اخطاي بيتكلم على مصر تخليك في همك خليك في مصابتك خليك في خبتك لا مصر هو فاضي لمصر ومعاه شوية خيرفان بيشغالهم بيتكلموا على مصر ده فيه طبيب ايطالي طبيب تركي طبيب تركي فضح الجميع طبيب تركي قال مفاجأة فجر كارثة قال الطبيب التركي انه تركيا ستفوق ايطاليا في اعداد المصابين والوافيات خلال اسابيع قال انه خلال اسابيع وحظر خلال اسابيع قليلة ستتحول تركيا الى بؤرة لفيروس كورونا متفوق على ايطاليا نظرا للتعامل الغبي نظرا للتعامل المتخلف نظرا للتعامل الدكتاتوري من قبل jaar للذرا لفيروس amor این تركيا ي 진قري تركيا تعاني واتوي حالية صحابة طبيب وحظر التركيا طبيب ايطالي طبيب توركي بيقول انه خلاص داخلين عنه بقى زي ايطالي وانا بقول اين اصوات هؤلاء المرتزقة والمأجورين اللي كان ليس لهم هم الا مصر ويطلع ايمن نور ويطلع معتز مطر ويطلع يلا خبط على الحلل ويقول الله اكبر عشان الفيروس يمشي هو قاعد في توركي طب ما لكش دعب مصر خليك فهمك خليك عندك لكن المفاجأة ان ايمن نور ايمن عبدالعزيز نور ايمن نور الصحفي والمحامي الفاسد صحفي فاسد ومحامي فاسد وسياسي فاسد الهارب هرب من مصر الى تركيا في جلباب الاخوار بيجلس في اسطنبول وبياخد تمويل من قطر عشان يعمل محطات تشتن مصر دوره موجود الخاونة على مر التاريخ موجودين النهاردة بيبث رسالة الى مين الى بلده رسالة الى مواطنيه فين في تركيا بيقول لهم الزم بيتك خليك في بيتك تعالوا شوفوا ايمن نور وهو بيوضح بجلاء مدى خيانته وعملته وحقرته وضعته ورخصه اخواتي واخواتي الاحسان نواجه اليوم مشكلة صحية لم يواجهها العالم ربما منذ زامن البعيد كبقية دول العالم تركيا بكل قوتها وامكانياتها مستنفرة من اجل مواطنيها ومن اجل قاطنيها من اجلنا ومن اجل حياتنا ومستقبالنا علينا ان نلتزم بتطبيق كافة التعليمات الحكومية في هذا المجال علينا ان نبقى في منازلنا انا وعائلتي نفعل ذلك وانت ايضا ابقى في منزلك الحياة في المنزل دكتور ايمن مرشح رئاسي الاسبق في مصر ومالك قنوات الشرق في تركيا ايمن نور ينصح المواطنين الافراكين انهم قعدوا في بيتهم بيقول انا واسرتي اسرتك انا عارف من اسرتك في مصر الزميلة جميلة اسماعيل وشادي ونور ولادك في مصر اسرتك مين الهناك انا معرفش بس ايمن نور خلاص خد بسبور تركي وبيقول لهم انا مرشح سابق للرئاسة المصرية وانا صاحب قنوات الشرق الممولة من قطر ادي عيلتك انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده ما علينا يعني ربنا يدي كل واحدة لقى دنيته لكن انا عندي معلومة انه محمد ناصر اصيب الفايروس كورون محمد ناصر اصيب نعم لم يعلن عن ذلك ولم يعلن عن ذلك لكن محمد ناصر اصيب بفايروس كورون ليه لانه سامي كمال الدين اصيب بفايروس كورون سامي كمال الدين قال في تغريدة هتهالي يا ابراهيم لو سمحت بين يدي الله هكذا انا الان وعلي قضاء 14 يوما في الحجر الصحي ليراقب الأطباء جسدي انتظارا لأعراض كاملة عن فيروس كورونا قد تظهر وقد لا تظهر لا أحد يعرف ولا حتى الأطباء أنفسهم أين حمام السباحة قالت الدكتورة يعني ستظلت في الغرفة ولن تتجاوز عدد الباب أو مراته لقليلت وهذا الكلام سامي كامال الدين بيقول أنا أصيبت بكورونا سامي كامال الدين معروف أنه هو عنده نهم لي عايز بقبؤرد أحداث هل صحيح أنه أصيب بكورونا زي ما بيقول ولا بيعمل فيلم يعني عشان ناس تقول عليه لكن طالما أصيب سامي كامال الدين بكورونا يبقى بالتأكيد رفيقه محمد ناصر أصيب بكورونا ليه؟ لهم الاثنين معاشين مع بعض محمد ناصر وسامي كامال الدين يعني بالتأكيد محمد ناصر أصيب بكورونا لأنه سامي كامال الدين أصيب بكورونا هم الاثنين ملتصخين ببعض فاكرين الاحتواء هتقول لي أبراهيم خلينا خلص المقدمة واعملين تعيش خلص احتويني في المقدمة ازاي يعني إنت تقول مقدمة وأنا اسمعتها احتويني فيها سامي بتطلع睛 سامي المشاهدين prefer وانا اخلص المقدمة وبعدين باحتويك لا لازم في الاحتواء نبقى مع بعض يعني نعمل ايه يعني الاحتواء مش عال في الاحتواء يا محمد تبيرك بعد ما اخلص اخدلك سلفي انا وانت كده كده انا اخد السلفي في الاخر انت رخم اوي انت رخم اوي بصراحة لا يا عم بقى احتويني بقى واحد اسمه عصام حجي بيسموه عالم في ناسا عمل تغريدة بيقول بحث علمي ايه عم عصام منشور اليوم هو بيقول يؤكد ان عرض الحالات في مصر اكثر من المعلن اهي اكثر من المعلن بكثير بدون خوض في ارقام البحث منشور في ارقى المجالات العلمية وانتقده السابق واحد سبعين باحث في مصر لعدم استكمال شروط النشر العلمي الغرض هنا ليس الدفاع والهجوم بالحماية ارواح الناس واحد تافه عالم مدعي بيلعب ويعبث في امور لا يفهم فيها بيقول ان في بحث علمي فين هو البحث مش عارفين بعد شوية اتكسف لانه جات له صفحة من منظمة الصحة العالمية فبسرعة غير كلامه تاني بعد ساعات قال ايه عصام حجي بعد ما صفع بتقرير منظمة الصحة العالمية قال تقرير منظمة الصحة العالمية عند جهود مصر المثمرة المثمرة سبحان الله الله اكبر في احتواء انتشار العدوى تقرير ايجابي يجب ان يتبعوا التزام جماعي اهو يجب ان يتبعوا التزام جماعي اللي بين ساعة واخرى هل هؤلاء علماء تعالوا نشوفوا بقى فضيحة تركية ربما لم يلتفت ولم ينتبه اليها الاعلام خلال الفترة الماضية فيه معارض ايران كبير مقيم في تركيا اسمه مسعود مولوي ورد بخاني مسعود مولوي مسعود مولوي ده راجل كان شغال في الامن الالكتروني في وزارة الدفاع الايرانية ولي ارى مناهضة لي الملالي الايرانيين وهرب خاف من انهم يصفوه وراح قعد فيه تركيا المخابرات الايرانية تسللت الى مكان اقامته داخل تركيا بالتنسيق بين القنصلية الايرانية في اسطنبول والجهاز الاستخباراتي التركي ليتم فيه اربعتاشر نوفمبر الماضي تصفيت المعارض الايراني في شوارع اسطنبول في وطح النهار دون ان تتحرك القوات او الادارة التركية لسؤال الايرانيين لماذا فعلتم هذا كلامه خلاص هو انا بتكلم اي كلام يقولك يا عم انت بتكلم وحد اعرف صح ولا غلط اه لا اتحدث بحديث ان هنا الا بدليل معي فيديو بيوثق تصفية المعارض الايراني في شوارع اسطنبول اهو في الشارع في وطح النهار اهو المعارض اهو ماشي اهو في ثانية تم تصفيته برصاصة اهو في وطح النهار في الشارع هل سمعنا صوتا لاردغان وهو بيطالب روحاني بالتحقيق هل سمعنا صوتا لاردغان وهو يطالب الادارة الايرانية بالتوضيح والاعتذار هل هناك رسالة من اردغان لمنظمات العفو ومنظمات الحقوق الانسان والجنائية الدولية على ما جرى في تركيا من قبل المخابرات الايرانية لم نستمع ولم نسمع ولم نسمع بسأل كل هؤلاء اقول لهم هي دي الديمقراطية بتاعت اردغان وهي دي حقوق الانسان بتاعت اردغان قبل ان اختم عندي معلومة من قديسة بابا نظرا للوضع الراهن عالميا معدات سد النهضة اللي بيتم استراضها من الخارج توربينات وخلافه وقفت توقفت فتم اقاف العمل في سد النهضة بسبب كورونا دمتم في امن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة